لنفرض أن لدينا جسم معين هنا وهذا الجسم له كتلة مقدارها M إذن كتلة هذا الجسم كتلته تساوي M وهو مستقر على المستوى السطح المائل ونريد أن نفكر ما يمكن أن يحدث لهذا الجسم وسنبدأ مع القوى المختلفة التي تحافظ عليه في مكانه أو تحافظ عليه وكل هذا الشيء الذي نعرفه إذا كانت كل هذه الإعدادات قريبة من السطح المستوي وسنفرضها كذلك لأجل هذا الفيديو سيكون هناك قوة الجاذبية التي تحاول أن تسحب أو تجذب الجسم ناحية مركز الأرض وبالعكس بالنسبة لمركز الأرض من ناحية هذا الجسم إذن سيكون هناك قوة جاذبية معينة سأرسم مركز هذا الجسم هنا وسيكون هنا قوة جاذبية قوة الجاذبية القوة ناحية الجاذبية ستكون مساوية لمجال الجاذبية قرب سطح الأرض سنسميها بـ G ضرب الكتلة إذن سأكتب الكتلة ضرب مجال الجاذبية قرب سطح الأرض وستكون ناحية الأسفل نعلم أو ناحية سطح الأرض والآن ماذا سيحدث أيضا هنا حسنا أعتقد أنه مربك قليلا لأنه لا يمكن القول القوة الطبيعية تؤثر بشكل مباشر عكس هذه القوة هنا لأنه تذكر القوة الطبيعية تؤثر بشكل عمودي على السطح وهنا السطح ليس عمودي على قوة الجاذبية إذن سنفكر بهذا الشكل بشكل مختلف عن ما إذا كان الجسم موضوع على مستوى الأرض الشيء الوحيد الذي يمكن عمله أو يجب عمله هو تقسيم هذه القوة القوة بسبب الجاذبية يمكن تقسيمها إلى قوتين إما عمودية على السطح أو موازية للسطح ومن ثم يمكن استخدام هذه لإيجاد ماذا سيحدث ما هي القوة المحصلة المحتملة والموازنة هنا لنرى إذا كان بالإمكان تقسيم متجه القوة هذا القوة بسبب الجاذبية إلى قوة عمودية على سطح المائل وسطح الإنحدار ومركبة أخرى وهي موازية للسطح المائل سأستخدم لون آخر وسأسمي هذه ملاحظة غير متعارف عليها سأسمي هذه القوة من الجاذبية العمودية على السطح المائل مع تي مقلوبة وأقول عمودية إذن هذا يعني عمودي لأنها تبين خط وهو عمودي على الخط الأسفل هذا الخط الوفقي وهذا الشيء الأزرق هنا سأسمي هذا القوة أو جزء القوة بسبب الجاذبية الموازية وسأسميه موازي هو موازي للسطح مركب للكوة وهو عمودي ومركب للكوة وهو موازي لنرى إذا كان بالإمكان استخدام حساب المثالفات والهندسة علما أن هذا الوتد هو عند درجة ثيتا هذه الزاوية مقدارها ثيتا نسبة إلى السطح المائل أو نسبة إلى الأفقي إذا كنت ستقيس هذه الزاوية هنا في الفيديوهات التالية سنجعلها متماسكة أكثر مثل خمسة وأربعون وثلاثون لكن بشكل عام إذا كانت هذه ثيتا لنجد ما هي هذه المركبات يمكن استخدام علم الهندسة هنا هذه هنا في الزاوية الصحيحة أي تسعون درجة إذا كانت هذه تسعون فإننا نعلم أن مجموعة زوايا للمثلث كلها تساوي مئة وثمانون إذن إذا كانت هذه الزاوية وهذه الزاوية للتسعون مساوية للتسعون فإن مجموعهما ستساوي مئة وثمانون هذا يعني أن هذه وهذه مجموعهما يساوي تسعون أو إذا كانت هذه ثيتا هذه الزاوية هنا ستكون تسعون ناقص ثيتا وشيء الآخر الذي تتذكره من علم الهندسة إذا كان لدي خطان متوازيين سأفترض أن هذا الخط موازي لهذا الخط ومن ثم لدينا خط مستعرض لنفرض أن لدينا خط هكذا نعلم من أساسية علم الهندسة أن هذه الزاوية ستكون مساوية لهذه الزاوية هذه الزاوية هي زوايا داخلية نثبتها أثبتناها هذا في علم الهندسة لكن آمل أن يكون هذا منطقيا ويمكن أن نفكر كيف أن هذه الزوايا تتغير عندما يتغير الخط المقابل الخط الموازي يجعل هذه الزاوية هي نفس هذه أو مطابقة لها لهذه الزاوية وهي نفس القياس لهذه هل يمكن تطبيق ذلك في أي مكان هنا؟ هذا الخط هو عمودي على سطح الأرض هذا هنا الذي ظلته بالأزرق وأيضا متجه القوة هذا هو أيضا عمودي على السطح هذا أيضا عمودي على السطح إذن هذا الخط هنا وهذا الخط هنا بالإرجواني سيكونان متوازيين هذا الخط وهذا كلاهما متوازيين ويمكن إظهار هذا الخط هنا كخط مستعرض أو يمكن أن أقول هذه الزاوية وهذه الزاوية هما متطابقتان سيكونان زاويتان داخليتان إذن هذه الزاوية وهذه الزاوية بنفس المنطق وهذا يبدو مربك لأنه لدينا الكثير من الأشياء لكن هذا الخط وهذا الخط هما متوازيين يمكن إظهار هذا هناك خط مستعرض لذا هذه وهذه زوايا متطابقة هذه 90 ناقص ثيتا هذه أيضا ستكون 90 ناقص ثيتا ومع كل هذا هل يمكن إيجاد هذه الزاوية؟ حسنا شيء واحد نحن نفترض أنه متجه القوة بالأصفر هنا نفترض أن هذا العمودي على سطح المستوى وعمودي على سطح الانهدار إذن هذا عمودي هذه هنا هي 90 ناقص ثيتا إذن ماذا ستساوي الزاوية هنا؟ هذه الزاوية سأكتبها بالأخضر ماذا ستساوي الزاوية هنا؟ حسنا هذه الزاوية هي زائد 90 زائد 90 ناقص ثيتا زائد 90 يجب أن تساوي 180 لا أريد أعمل أو هذه الزاوية زائد 90 ناقص ثيتا يجب أن تساوي لنكتب هذا كل شيء اللي نسمي هذا بـ x زائد 90 ناقص ثيتا زائد هذه الزاوية 90 هذا سيساوي 180 إذن يمكن طرح 180 من الطرفين إذا طرحنا 90 مرتين فهذا 180 إذن هذا سيساوي x ناقص ثيتا سيساوي صفر ومنه x تساوي ثيتا بغض النظر عن مدى مائل المنحدر أو سطح المائل هذا سيكون مساوي للزاوية الموجودة هنا وقيمة هذا الآن يمكن استخدام المثالفات الأساسية لإيجاد هذا المركب وهذا المركب لقوة الجاذبية ولرؤية هذا بشكل أكثر وضوحا سأنقل هذا المتجه هنا المركبة الموازية سأنقلها هنا ويمكنك أن ترى المركبة العمودية والمركبة الموازية وهذه تساوي القوة المحصلة بسبب الجاذبية ويجب أن ترى أن هذا مثالث قائم الزاوية والموضوع هنا هذا موازي للمستوى وهذا عمودي على المستوى ويمكن استخدام أساسيات حساب المثالفات لإيجاد مقدار المركبة العمودية والمركبة الموازية لقوة الجاذبية إذن المقدار لنفكر في هذا مقدار المركبة العمودية لقوة الجاذبية أو مركبة الجاذبية العمودية على الإنحدار مقدار ذلك المتجه الكثير من الرموز الخيالية نهو عمليا طول هذا المتجه هنا إذن مقدار هذا على الوتر من هذا المثلث ما هو الوتر لهذا المثلث القائم حسنا هو مقدار قوة الجاذبية المحاصلة إذن هو مقدار قوة الجاذبية المحاصلة ويمكن القول هذا Mg ويمكن كتابة هذا يمكن كتابته هكذا إذن هذا سيكون مساوي مساوي لماذا؟ ننظر لزاوية هنا هي المجاور على الوتر تذكر جيب جتا ظل سوا كتوا جيب جتا ظل الجتا هو المجاور على الوتر إذن هذا يساوي جتا الزاوية إذن جتا ثيتا هو المجاور على الوتر نضرب كلا الطرفين في مقدار الوتر نحصل على مقدار المتجه للمركبة العمودية على السطح على السطح المائل ويساوي مقدار القوة من الجاذبية ضرب جتا ثيتا إذن يساوي مقدار القوة من الجاذبية ضرب ثيتا ضرب جتا ثيتا في الفيديو التالي سوف نطبق هذه نتيجة إلى أرقام فعلية لجعله أكثر وضوحا أحيانا الرموز تجعل مربكة لكن هذا سهل ومباشر وشيء الآخر يمكن استخدام نفس المنطق لدينا المتجه الموازي هنا مقدار مركبة القوة من الجاذبية الموازية للسطح مقدار مركبة القوة من الجاذبية الموازية للسطح تقسيم مقدار القوة من الجاذبية إذن تقسيم مقدار القوة من الجاذبية وهو مقدار mg هذا سيساوي ماذا؟ هذا المقابل للزاوية ثيتا إذن الجزء الأزرق هنا في المقابل أو الطول هنا هو المقابل ومن ثم هنا المقدار mg هذا هو الوتر إذن المقابل على الوتر جيب أزاوية هو المقابل على الوتر هذا سيساوي جيب ثيتا إذن هذا سيساوي جيب ثيتا أو تضرب أطرفين في مقدار قوة الجاذبية وتحصل على مركبة القوة المؤثرة من الجاذبية وهي موازية للانحدار وستكون القوة المؤثرة من الجاذبية ضرب جيب ثيتا إذن القوة المؤثرة من الجاذبية ضرب جيب ثيتا يجب أن تعرف من أين جاء هذا يجب فهم هذه الفيزياء حتى بعد ثلاثون عاما يجب أن يكون من الممكن استنتاجها لكن إذا كنت تعلم هذه هنا وهذه هنا ويمكن أن تتحلل القوة إلى مكونات مفيدة لأنه قد تقول هذه لا تنزلق للأسفل هنا وربما هناك كوة معينة مؤثرة تعادل القوة هنا كوة طبيعية من التوازن مع الجاذبية وربما إذا لو يوجد شيء للحفاظ عليها في الأعلى ولا يوجد احتكاك قد يبدأ هذا الجسم بالتسارع بسبب القوة الموازية وسنفكر لاحقاً أكثر في هذا وإذا فكرت فيها بديهياً لا يهم أن تشتق هذا الخط المستعرض أو الموازي وكل هذا إذا هذه أزاوية أصبحت صفر إذا أصبحت هذه أزاوية صفر إذن سيكون هذا السطح مستوي وإذا كانت هذه أزاوية صفر ستكون كل القوة موازية كل القوة موازية للسطح المستوي إذن إذا كانت هذه الصفر إذا كانت القوة العمودية مساوية للقوة الإجمالية للجاذبية لهذا هي جاتا ثيتا لأن جاتا ثيتا هو واحد وهذه ستساوي بعضها وإذا كانت هذه صفر فإن القوة الموازية ستصبح صفر لأن الجاذبية فقط تؤثر للأسفل وإذن جايب ثيتا تساوي صفر ولذلك فإن المركبة الموازية للجاذبية ستساوي صفر وإذا نسيت مرة فكر بهذه العملية ببداها وستذكر أي منها هي الجايب وأي منها هي الجتا ترجمة نانسي قنقر